بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم مرت في الآية السابقة قضية امتحان الناس في الشدة بالبأساء والضراء والزلزال ونحوها وهناك امتحان آخر فيما يرتبط بالأمور المالية فعلى المؤمن أن ينجح في هذا الامتحان بأن يوطن نفسه على الانفاق يسألونك يا رسول الله ماذا ينفقون في سبيل الله من أقسام الأموال وهذا سؤال عن نوعية الشيء الذي ينفقونه قل يا رسول الله في الجواب ما أنفقتم من خير هذا من خير بيان لما يعني المهم أن يكون المنفق خيرا يرغب فيه يعني أنفقوا ما تشاءون من خير فليس الانفاق خاصا بشيء معين كما يلزم أن يجعل هذا الخير في موضعه لذا الله تبارك وتعالى يبين ما هي المنفق عليه فيقول فللوالدين والأقربين يعني اللازم أن يكون الانفاق للوالدين هذا أولا والأقربين ثانيا يعني أقربائكم واليتامى والمساكين وابن السبيل ابن السبيل المسافر الذي انقطع به الطريق ولا يجد المال لمصرفه وهذه أفضل المصارف بدءا من الأهم فالوالدان أولى بالبر من غيرهم لعظيم حقهم وبعدها الأقربون فإن الأقربين أولى بالمعروف وفي ذلك تقوية الأواصر الأسرية والانفاق على اليتامى لضعفهم والمساكين لحاجتهم وابن السبيل لانقطاعه لكن يلزم أن يكون هذا الانفاق على وجه الخير لا بالمن والأذى لذا يقول تعالى وما تفعلوا من خير يعني انفاق أو غير الانفاق فإن الله به عليم فيجازيكم بالخير خيرا والحاصل إن الآية تضمنت أمورا ثلاثة الأول المال المنفق بأن يكون خيرا يرغب فيه الثاني المنفق عليه كالوالدين والأقربين الثالث نفس الانفاق بأن يكون فعلا خيرا وذلك بأن يكون لوجه الله من غير من ولا أذى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وفي هذه الآية الكريمة إشارة إلى أمر صعب آخر وهو القتال لأن أهل الباغي يعارضون أهل الحق حيث يبدأون بقتالهم أو يقفون حجر عثرة أمامهم بما لا يمكن إزاحته إلا بقتالهم لذا كتب عليكم القتال يعني وجب عليكم الجهاد إما لأجل رد التعدي وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وإما لأجل نجاة المستضعفين من المستكبرين وإما لأجل إعلاء كلمة الله ونشر العدل ودفع الظلم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء وهو كره لكم لكنكم تكرهون هذا القتال لمشقته وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم عسى بمعنى قد يعني ربما أو أحيانا تكرهون شيئا لكنه خير لكم لما فيه من الفوائد ومن ذلك القتال فإنه يوجب سيادتكم وسعادتكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم لما فيه من المظار ومن ذلك تركوا القتال لما فيه من راحة الجسم وعدم الطراب القلب والأمن والأمان لكنه شر لما فيه من زوال السيادة والعزة وتسلط الكفار والأجانب والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله تبارك وتعالى يعلم ما فيه خيركم فيأمر به ويعلم ما فيه شركم فينهى عنه وأنتم لا تعلمون فأن الجهاد طريق العزة فأنه يوجب دفع شر الأعداء وسيادة الناس وسعادتهم ففي الجهاد إحدى الحسنيين أما النص والفوز بالسيادة والغنيمة وأما الشهادة أما النكول عن الجهاد فيوجب تسلط الأعداء والذل والهوانة والفقر وحرمان الآجر بل قد يؤدي إلى زوال الدين عن المناطق التي سيطروا عليها وصلى الله على محمد وعاله الطاهرين أمين